رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود وليو العهد رئيس مجلس الوزراء الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر عرقا في الرياض في بداية الجلسة أطلع سمو العهد مجلس الوزراء على فحول اجتماعه مع رئيسي أريتيريا وموزنبيقة وما اجتمل عليه من استعراض العلاقات وأوجه التعاون المشترك وسبول تطويره وتعزيزه تناول المجلس الموضوعات الإقليمية والدولية مجددا ما أكدته المملكة خلال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب من أهمية تعزيز التعاون الأمني ورفع الجهود تكاملية المكافحة آفة المقدرات وجميع ما يهدد الأمن العربي قد شدد مجلس الوزراء على أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية وتحسين الظروف المواتية للحوار والسلام بما يسهم في الوصول إلى عالم أكثر أمانا وازدهارا للبشرية وأشهد المجلس بجهود المملكة الإقليمية والدولية في الحفاظ على البيئة والاهتمام بشؤون المناخ بما يعزز التكيف مع التغير المناخي والحد من آثاره كما شد مجلس الوزراء بالأعلان عن الحزمة الأولى من المشروعات المدعومة من برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص شريك بقيمة تتجاوز 192 مليار ريال وقد عد المجلس مناسبة يوم العلم الذي يوافق هذا العام يوم السبت القادم 11 من مارس ترسيخا لقيمة العلم الوطني الممتدة عبر تأريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها وما يمثله من أهمية بالغة بوصفه رمزا للتلاحم والإتلاف والوحدة الوطنية وقد اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وانتهى إلى ما يلي ترجمة نانسي قنقر